تواصل ميليشيات الحوثي الارهابية خروقاتها لوقف اطلاق النار مستهدفاتا لحياء السكنية ومواقع المقاومة المشتركة في مدينة الحديدة الاعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية اكد ان الميليشيات الحوثية عاودت خروقاتها واطلقت النار من اسلحة رشاشة ومتوسطة صوب الاحياء الشرقية للمدينة وأضف أن عربة بي ام بي تابعة للميليشيات الحوثية أطلقت النار من خلف فندق قصر الاتحاد صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين وكثفت الميليشيات وطلاق النار من أختلف أنواع الأسلحة الرشاشة على كامل خطوط التماس في المدينة كما استهدفت بعدد من قذائف الهون مجمع خون ثابت الصناعي والتجاري وهو مقر لقاءات الفريق الحكومي في لجنة تنسيق وإعادة الانتشار مع رئيس فريق المراقبين الدوليين المصدر أكد إصابة أكثر من عشر مدنيين جراء القصر الحوثي العشوائي على مختلف أحياء المدينة المحررة